يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية عند الإمام أحمد بن حنبل وما تأخر يعني مؤدما طب العلماء يقولوا يعني ازاي ربنا يغفر لك ذنب مؤدما يعني كيف ذلك فالعلماء قالوا يعني ربنا يرزقك حسن التوبة قبل الوفاء حسن الختم تتوب يعني يعني يسبب لك اسباب العودة الى الله اذا ازنبت بعد صيام رمضان قبل ان تموت ادي معنى ما تأخر من ذنبك الهامك التوبة كويس وقال كمان صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية برضو في زيادة وما تأخر تصور بأن صيام رمضان فريضة وقيام رمضان سنة وسواب ده قد سواب ده عشان من تستهولش بالسنة ابدا ودول قد السنة اجرها قليل عن الفرد انا هعمل الفرد ومش مهم بالسنة لا يا سيدي او انت شوف قيام رمضان ده سنة بالاجماع لكن تشوف حيو خفار لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر زي صيام رمضان عشان تعرف ان سنن النبي دي سنن مهمة وإياك ان تفرد في السنن والنوافل زي ما قلت لك في الحلقات السابقة ان النوافل والتطوع يستوجب حب الله وحب الله يكون سبب للترقي لكن فعل الفريضة يمنع عقوبة الله ففي فرق بين منع العقوبة وبين الترقي فلابد انت ما بتتوظف في وظيفة بتحب تكتهد شوية وتعمل فوق الوجب اللي عليك عشان يرقوك كذلك لما تعمل انت زيادة عن الوجب اللي عليك ربنا يرقيك وينقيك وبالتالي علينا اننا نهتم بموضوع الصيام لان الصيام بيرقق الطبع ويخلي الشهوة الغضبية وحب الانتقام فيك مش موجود ولما حد يأذيك كده ولا يدايقك ولا يدوس على رجلك وانت صايم وتعبان وفضل على المغرب نص ساعة ويوم كان شديد الحر حيقولك متأسف حتقوله ايه مجراش حاجة لانك ما عندكش حيل حتى انك تتخالي لك التصور انت بقى شبعان وصاحي من النوم وفاق ودس على رجلك ويقولك لمواخزة يقولك يعني بعد ما هرستاني تقولي لمواخزة قلت تديله لا بطل فالصيام حيعودك للناس اللي هم غضوبة يقولك فيه ناس يقولك انا ربنا خلقني كده يعني مرارتي ديقة طول النار عايز اتخانق اتخانق الدبان وش نقوله صوم كتير النوعية دي علاجه يصوم كتير اما يصوم كتير هتبص ده يجيله ايه حلم ويجيله صبر الرسول صاحب يقول الحلم بالتحلم يبقى ايه الصيام يؤدي الى حسن الاخلاق وحسن التعامل مع الناس وكمان شعورك بالجوع يشعرك بضعفك ومتشعر بالمسكين فتطعم الطعام للناس وعشان كده اخد بالك انك انت لما بتفطر صائم بتاخد ثواب صيام ولو على جرعة ماء تصور بقى عشان كده فيه مسلمين وعيين تلاقيهم قاعدين في المساجد على باب المساجد في رمضان جايب مع ازازة ماء عشان كل واحد داخل يدي له شوية ماء عشان ياخد ثواب صيام لان الرسول صاحب يقول ايه يعني تأخذ هذا الثواب لو اديته طمرة او مزقة لبن يعني بق لبن او جرعة ماء فتصور انت فضل ربنا ادي ايه كتير للصائمين وبعدين الصيام كمان له فوائد كتيرة من حيث صحة الانسان لان الانسان لما بيصوم بيقل الاكل وقلة الاكل في زمننا ده عافية لان احنا بنأكل اكل ملوس وبنأكل اكل مغشوش وربنا ينجينا لو ربنا كشف لك كده وكنت من اهل الكشف وشفت الطعام اللي قدامك ده هتلاقي مليا غيش يمكن مش هتردت مد ايه ده والحمد لله كنت من اهل الحجاب عشان تعرف تأكل وبالتالي اعرف ان الاكل اللي قدامك ده اكل فيه غيش اشياء كثيرة ملوسات فخد منه بقدر الحاجة علشان كده انا رأيي اما تيجي تأكل في زمننا ده ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم تقول بسم الله اللي لا يضر مع اسمي شيء في الارض ولا في السماء والسماء العلي لان انت احنا كلنا بنشوف وتسمم غذائي وغذاء مصارتا وحاجات كتيرة بلاوي بتجيلنا من الاكل والتهاب كبدي وبائي فيروس كل ده بيجي من الاكل من التلوسات بيقل في رمضان اللي ما بيفهمش حكمة الاكل في رمضان تلاقيه بقى ايه يستنى المغرب يدا ياكل واجبة قد اللي حياكلها في عشر واجبات لا ما فيش داعي بقى لان ملء الطعام المعدة بالطعام يؤدي الى التخمة ويؤدي الى الكسل ويؤدي الى امرات كثيرة وتكلمنا على الموضوع ده على فكرة في الحلقات الاولى من هذا البرنامج ادبك مع الطعام في الحلقات اللي تكلمنا فلينظر الانسان الى طعام وبالتالي الصيام مسته ان بيخلي اللي داخل في الجسم من الطعام قليل فينشط الجسم والجسم كمان يتخلص من السموم تدي له فرصة الكابد يفوق والكلة تفوق وكل الحاجات دي تفوق ففيه صحة وطبعا الصحة دي لما تدب ببادنك حتعينك على طاعة اللي على الوجه الاكمل بدلا ما تصلي وانت قاعد ومش قادر تقول الاية في نفس واحد لانك بتنهج من التدخين اللي بتعمله ومن كرشك اللي قدامك كده عمل زي زي واحدة حامل هتولد بعد اسبوعين فعيب ما يبقى راجل بكرش كده راجل بكرش ما بتكرش يعني ما يصحش الواحد ايه يبقى ايه بهذه الصورة لان احنا دينا عايزك تبقى رشيق تركع تسجد تقوم تقرى قرآن تجيب الاية في نفس واحد يعني عايزك كده فت مش فت فهمت فنسأل الله سبحانه وتعالى انه هو ايه يمكن من هذا والصحابة كانوا عندهم رشاقة على فكر انت ما تيجي تقرى في سيارة الصحابة كان يبقى عنده ستين سنة وكان ينطع الفرس يركبه وبيجري وعنده ستين سنة وكان يخرجه في الجار في سبيل الله وعنده سبعين سنة ليه لانهم كان اكلهم مليل وكان عندهم ايه عندهم ايه صحة جيدة لان الطعام يؤدي الى كثير من الامراض والصيام يؤدي الى صحة في البدن هذا مجرب وهدي نصيحة طبيب مجرب تاخد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم بقى عنده الصيام تطوع كتير لان الصيام مفيد للاخلاق ومفيد لعافية البدن فكان يصوم الاثنين والخميس ويصوم التلات يام الاولى من كل شهر والتلات يام الاخيرة من كل شهر ويصوم تلات يام في وسط الشهر فلما تحسب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر تلاقيه ممكن اكتر من 18 يوم او 20 يوم تصور بقى يعني الصيام اكتر من صيام سيدنا داود اللي كان يصوم يوما ويفطر يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصيام صيام اخي داود توضعا مش يقول اصيامي انا خير الصيام النبي كان متواضع لكن افضل من عبد الله لا شك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعلى من عبد الله فلا تكتفي بالصيام الفريدة لكن يكن عندك يعني قسط كده من صيام النفلة فيه حديث حلو في مسلم المامة بن حنبل بيقول ايه علشان يبين لك ان الصيام دا يحسن الاخلاق بيقول اه لا اخبرك ما يزيل وحر الصدر صيامه ثلاثة ايام من كل شهر عارف وحر الصدر اللي هو ايه اللي هو لما الانسان يتظلم يبقى قلبه كده محروق عايز ينتقم دا يسموه وحر الصدر فهمت ازاي يعني صدره مليان غل عشان ينتقم من اللي ظلمه او ازال لو انت من النوع دا لما تتشتم لازم ترد الشتيمة بعشرة ولما حد يظلمك تقول حسبنا الله ونعمة الوكيل وتدي عليه لو انت من هذا النوع عليك ان تصوم ثلاثة ايام من كل شهر هذا علاج نبوي مجرب يزيل منك شهوة الانتقام وحب الانتقام فيبقى عندك تسامح زي ما الحبيب صلى الله عليه وسلم كده في فتح مكة قال لهم اذهبوا فأنتم التلقاء وسيدنا يوسف قال لاخوته لا تسريب عليكم اليوم فدي اخلاق انبياء فلابد انك انت تحصلها حتى تلقى الله وهو راد عنك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته